Good morning my student. How are you? Today we will take lesson 5 from unit 4. اليومنا نأخذ الدرس الخامس من الوحدة الرابعة. Open your pupils book. نفتح كتاب الطالب. Page number 34. Write the date up. نكتب التاريخ فوق. Today is 11th of November 2020. Exercise number 1. Look and match. Look, انظر, and match. وصل. الآن look at this alien. طلعوا على هذا المخلوق الغريب. عندي أرقام كل مربع بيعبر على الرقم. مثلا هذا المربع بيعبر على الرقم 1. هذا المربع 2. هون 3. هون 5. هون 6. هون 6. هون 5. 4. 3. 2. الآن هاي الأرقام هسا بدي أعرف شو بدها. شو بدي أعمل فيها. بدي أأجي على المربع اللي هون. بدي أقرأ الكلمات وأشوف شو الرقم اللي بيدل على هاي الكلمة. أول كلمة. A-R-M. ARM. 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 ARM معناها ذراع. الذراع هايها. ARM. شو رقمها؟ 3. نكتب 3. بدي. 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 بدي معناها جسم. وين بحط. وين كلمة جسم؟ هايها. وين الرقم؟ هايها. بدي. بتأشر على الجسم. اللي هي نمبر 4. فوت. فوت القدم اللي بلبس فيها الشوز. اللي هي نمبر 6. هاند. هاند. يد. اللي هي نمبر 2. هيد. هيد. هاي الهيد. اللي هو الرأس. هيد رأس. نمبر 1. لق ساق. اللي بدي لبس عليها البنطلون حكينا. اللي هي نمبر 5. نعيد فوت قدم. هاند. يد. الان. ولق ساق. الان بعد محلينا التمرين وحددنا الأرقام. بدنا نرجع نطبق قاعدة A. وآل على الكلمات التالية. بتذكروا أخذنا أنه الآن والآن تستخدمان قبل الاسم المفرد. حكينا الآن بيجي بعدها الكلمات اللي بتبدأ بحروف العلة. اللي هما O. A. E. I. U. إذا كانت الكلمة تبدأ بE. A. I. U. أو O. بستخدم قبلها آن. وإذا كانت بتبدأ بأي حرف غير هذولة الخمسة. بنستخدم مين؟ A. أوكي؟ الآن بدي أستخدم. يا إما آآ يا إما آن. بعمل خط قبل الكلمة. ابنك مش الحرف الأول من الكلمة. آرم. الآ. هل هي من حروف العلة؟ نعم. شو بتأخذ؟ آن. فبحكي آن. آرم. نيجي على الجملة الثانية. بادي. بادي. البي. هل هي من حروف العلة؟ لأ. شو بستخدم محا؟ آ. فوت. الآف. هل هي من حروف العلة؟ لأ. شو بستخدم محا؟ آ. هاند. اله. هل هي من حروف العلة؟ لأ. شو بستخدم محا؟ آ. القطش برضه. باستخدم محا؟ آ. لق. الال. هل الال من حروف العلة؟ لأ. شو بستخدم محا؟ آ. فإذا. فإذا. ذي. باستخدم محا؟ آ. 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 الآن من يجي لأكسرسايز نومبر تو. play the game. لعب اللعب. بنحكي مثلاً. آ. سكس. الأم مثلاً. تلعب مع ابنها. سكس. تحكي رقم سكس. الطالب بدي يحكي اسم العضو. اللي عند هذا الرقم. مثلا. سكس. foot one a head two a hand three an arm four a body five a leg six a foot هاي هي اللعبة بده يحذر كل رقم شو الكلمة اللي بتدل عليها او شو الكلمة اللي بتعبر عنها بعد ما حلينا التمرين الان ننتقل لكتاب التمرين open your activity box نفتح كتاب التمرين page number 36 write the date up نقل بالتاريخ today is 11th of November 2020 look انظر read اقرأ choose اختار and circle وضع دائرة look at this picture look at this mouse طلعوا على هذا الفقر الفقر هذا حامل اللي بقيدو بولة بولة زبدية الزبدية it's hot حامية كثير فشو حرقت ايدي اللي هما الهاندز اوكي الان نطلع على السؤال is lubi هاي lubi is lubi happy هال lubi سعيد no she isn't ليش هو مش سعيد hair hands ولا ears are hot or cold شو الاشي اللي حامل فيهم البولة hands ولا ears اللي هما hands بحط دائرة عهاندز وباشطوب ears hair hands ايديها شو مالهم are hot ولا cold hot ايديها حاميين فcold خطأ بارد يعني look at lubi here اطلع على lubi بهاي الصورة look at her arms اطلع على ذراحة is it clean هالذراحة نضيف no it is dirty ذراحة شو ماله dirty وسخ الان نيجي هون is lubi happy هال lubi سعيد no she isn't لأ hair شو العضل اللي من جسمها بدنا نحكي عنه head رأسها ولا arm ذراحة اكيد arm hair arm معناها ذراع is ذراحة شو ماله clean نظيف ولا dirty وسخ look at hair arm hair arm is dirty ذراحة dirty وسخ is lubi happy look at lubi here is lubi happy no she isn't look at hair feet طلعوا على اقدامها they are wet اقدامها شو مالهم wet مبللين hair feet ولا legs عن مين انا بدي احكي شو الاعضل اللي بنحكي عنه الفيت الاقدام ولا legs السيقان اللي هي feet hair feet are اقدامها شو مالهم wet رطبين ولا dirty وسخين اللي هم wet رطبين او مبللين look at lubi here is lubi happy هل lubi سعيدة yes she is نعم and she is scared هي خائفة ولا تيارد متعبة she is تيارد هي متعبة طبعا التمرين اسلوبه صعب شوي بس بهمني انه الطالب يميز العضو المحدد وشو صفته مثلا هون hands hot arm dirty foot wet تيارد صفتها هيك بنكون انا هنا درسنا لليوم good luck ويعطيكم الحافية